ومازالت الأخبار الحلوة بتهل علينا وبتهل على المصريين في صيف 2022 دولة أوروبية جديدة تفتح أبوابها للمصريين وبتقدم تسهيلات كتيرة لدخول المصريين إلى أراضيها دولة أرمينيا أصدرت قرار من يومين أن يحق للمصريين دخول أراضيها بتأشيرة أونلاين عن طريق الموقع الرسمي لإصدار التأشيرات تمن التأشيرة حيبقى على حسب فترة الإقامة والموقع الرسمي وموقع السفارة في جمهورية مصر العربية نزلوا القرار ده من يومين وأنا حاول ريلكوا القرار عشان ما حدش يقول إن تجاي بالكلام ده منين تعالوا ندخل على موقع السفارة على الفيسبوك ونقرأ القرار بنفسنا دي الصفحة الرسمية لسفارة أرمينيا في القاهرة في جمهورية مصر العربية علشان ما حدش يشكك في أي أخبار إحنا بنقولها ومن خلال تصفح الصفحة حنقدر نلاقي القرار اللي أنا بتكلم عليه اللي نزل مبارح اللي هو موجود باللغة العربية واللغة الإنجليزية إعلان هام لمواطنين جمهورية مصر العربية بيقول لك اعتبارا من يوم 11 يوليو القادم هيكون في تسهيلات لمواطنين جمهورية مصر العربية عشان يدخلوا دولة أرمينيا بيقول لك تم إلغاء طلب الدعوة من وزارة الخارجية الأرمينية أو الشرطة لدخول أرمينيا وحيبقى اعتبارا من التاريخ المذكور اللي هو 11 يوليو أن أنت تقدر تتقدم بطلب الحصول على تأشيرة مباشرة من سفار الجمهورية أرمينيا في مصر عن طريق تقدم بالحصول على التأشيرة إي فيزا اللي هي عبر الموقع الرسمي وطبعا بيقول لك أن برضو لو أنت معاك تأشيرة بتاعت الاتحاد الأوروبي اللي هي الشنغن أو معاك الولايات المتحدة أو معاك استراليا أو نيوزولندا وبعض الدول التانية أو الإقامة في الخليج تقدر تحصل على تأشيرة عند الوصول لدولة أرمينيا القرار نازل باللغة العربية زي ما انت شايفين ونازل باللغة الإنجليزية وده على الصفحة الرسمية طيب ندخل على الموقع الرسمي ونشوف بيقول إيه زي ما انت شايفين ده الموقع الرسمي للحصول على الإي فيزا أو التأشيرة الإلكترونية لدولة أرمينيا طبعا هنا لو أنت apply for visa لو أنت حتقدم على الفيزا أو لو أنت بتعمل check application status لو أنت قدمت قريدي على الفيزا وحتشوف لإيه هو بيقول لك الفيزا لمدة 21 يوم حتبقى ب6 دولار والفيزا لمدة 120 يوم حتبقى ب30 دولار طبعا هي بيقول لك بتاخد ثلاثة أيام عمل إحنا جايبين الكلام الرسمي اللي من على الصفحة الرسمية لسفارة جمهورية أرمينيا في مصر ودخلنا على الصفحة الرسمية بتاعة الحصول على التأشيرة الإلكترونية إن شاء الله الفترة الجاية هننزل فيديوهات حلوة جدا عن أرمينيا إيه اللي يتعامل فيها؟ هي بالمناسبة أرمينيا شبه دولة تركيا وأسباكستان وأزربيجان وجورجيا بالطبيعة بتاعتها الأكل بتاعها الحلو المزارات دولة تاريخية عريقة إن شاء الله نزل فيديوهات كتير عنها أتمنى يكون الفيديو عجبكو واخبط لايك لو الفيديو عجبك ولو عندك أي سؤال اكتبلي في الكومنتات أتمنى أن أنتوا تشاركونا في الفيديوهات الجاية وعملوا سبسكرايب للقناة عشان تتابعوا فيديوهاتنا الجاية إن شاء الله شكرا جماعة ومع السلامة